اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي شاهدت الى ما قبل تلك النكبة حالة من التقدم والازدهار في مختلف المجالات وأنا أتعهد لكم أيضاً جماهي أنني سأفدي هذا الشعب بالروح في الدم غلب الرئيس علي عبدالله صالح مصلحة الوطن على ما عدها وأسقط كل المحاولات الهادفة تمزيق وحدة اليمن والقضاء على مشروعه الحضاري والديمقراطي وأوفى بالعهد الذي أكد فيه أنه لن يسلم السلطة إلا للشعب أحداث مريرة مر بها الوطن علّى أخطرها جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة في حادث إجرامي غادر يكشف وبجلاء أن من قاموا بالتنفيذ والتخطيط لتلك الجريمة البشعة كانوا يستهدفون بفعلتهم إسقاط النظام الجمهوري والانقلاب على ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين والعودة بالوطن إلى ما قبل الثاني والعشرين من مايو الف وتسعمائة وتسعين وإجهاض المشروع الحضاري الديمقراطي الذي أسس مداميكه فخامس الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لكن إرادة الله حالت دون ذلك وكتب الله له ومن معه من رجالات الدولة النجاة وخاب وخسر مرتكب تلك الجريمة الوحشية الثالث والعشرون من نوفمبر 2011 وقع الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية رغم جراحه ليغلب مصلحة وأمن الوطن على أي مصلحة أخرى ودع الشعب اليمني بصدق لانتخاب نائبه عبدالرب منصور هادي كرئيس توافقي والتوجه إلى صناديق الاقتراع ودعمه أثناء فترة ولايته الانتقالية السابع والعشرون من فبراير شكل يوما تاريخيا في مسار العملية السياسية شهد له العالم لكن المتآمرين على الوطن منها ميليشيات الحوثية الكهنوتية لم تستسق ذلك كونه يتعارض مع مطامعها وأهدافها الضيقة فسارعت لاقتحام المدن ونهب مخازن الدولة وسيطرت على مؤسساتها سعيا منها لإجهاض حلم اليمنيين بالاستقرار وخططت ورتبت لاغتيال آخر الحكماء وباني نهضة اليمن الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح تنفيذا لأجندات خارجية فتبددت بذلك آمال وتطلعات اليمنيين بالاستقرار وعودة الديمقراطية اشتركوا في القناة